السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسرة فن تربيط الطيور الكناري والحسون طبعا هلا قد احكي عن الأكل المقدم للكنار خضار فواكه وحبوب هاي شو هي بتساعدنا على تخطي مرحلة التزاوج بشكل سليم أول شغلة يا شباب بتحكي فيها عن الحبوب عدم الاكسار من البزور الزيتية في مرحلة التزاوج حتى الذكر لا يشحم وبسها في تشحيم عنا صار عنا بيض غير مخصب هذا أمر لجب التفاديل نكتفي بتقديم البريق فقط نكتفي بتقديم البريق فقط مضاف إليه 100 غرام من بزور البريلا و100 غرام من بزور الشوك هاي بزور الشوك طبعا المعروفة بالخرفيش وليس بزور الشوك السوداء النيجر طبعا هاد بالنسبة ل هاي بالنسبة للحبوب شو فينا نقدم له ومرتين في الأسبوع نكتفي بها بتقديم الخلطة التي نقوم بصنعها في البنزين والخلطة تكون على الشكل التالي هي عبارة عن 100 غرام من النيجر 100 غرام من الكتان 100 غرام من الشوفان 100 غرام من البريلا و200 غرام من بزور الشوك وكيلو بالريق هاي الخلطة بنعملها ومقدمة للطيور مرتين في الأسبوع كافي حتى نحافظ على نقاوة الكبد وصفائه وعدم دخول السموم إليه هاي بالنقطة الأولى والنقطة الثانية حتى لا يصير عندنا تشحيم ويصير عندنا بيض غير مخصب أما الشيء الأساسي وهو الخضار والفواكه التي نقوم بتقديمها للطيور يجب علينا تقديم الخضار والفواكه بشكل منتظم يعني التفاح ثلاث مرات بالأسبوع التفاح ثلاث مرات بالأسبوع البروكلي مرة في الأسبوع الجزر مرتين في الأسبوع المضاف إلى البيت طبعا الجرجير مرة في الأسبوع إلى مرتين في الأسبوع وورق الفجل مرة واحدة إلى مرتين في الأسبوع وورق الجرجير كما ذكرنا مرتين في الأسبوع هذه الخضار التي نقدمها للطيور تساعد الطيور على جوزي وتعطيه الدفء في فترة الشتاء لا أصح بتقديم الخص في فترة في فصل الشتاء لا الخص ولا الخيار حتى ما يستنفى عندنا إسهال للطيور أتمنى من الجميع أن تكون وصل الفكرة التي بدي وصلها للشباب كل ياتهم حتى خصيصا مجموعتنا مجموعة فن تربية الطيور الكناري والحسون وبجه كل الشكر للأخ الطيب أبو محمود والأخ العربي أراخيص مشرفين مجموعتنا وبتمنى للجميع تكونوا بخير وتظلوا طيوركم بخير وتكون الفائدي وصلتكم مثل ما نحن متمنى والسلام عليكم ورحمة الله طبعا قبل ما أنهي الفيديو بتمنى من الجميع الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الدرس لأصدقائكم حتى تعمل فائدي لجميع والسلام عليكم ورحمة الله